السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا راجع مع بعض الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضراتكم في المحاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم وبنأكد على قلم التبسيط العلوم ما حضرتكم على السعيد أستاذ دكتور علم التحالف ومعدة الأسكندرية بمصر طبعا بنتكلم النهاردة على الجينات المرتبطة والجينات المستقلة أو ال Linkage and Independent Genes وحنشوف مع بعض إيه المقصود بهذا المصطلح لما نشوف الشريحة القادمة قبل ما نتكلم على الجينات المرتبطة وعملية العبور نتكلم أكد على أنهي القسام الميتوزي أو الميوزي نتكلم دلوقتي وحنعرف ليه لأننا نتكلم على تكوين الأمشاك مقدمة بسيطة قبل ما نخش على طول على الارتباط والعبور لو تخيلنا أهو أنا نضرب مثله فيه بيت زاية واحدة وفيه شخص واحد خلاص اللي هو الشخص الواحد ده أنا بتخيل إنها خلية وفيها كوروموسوم مثلا فإيه اللي هيحصل لغاية كده ما فيش مشكلة لما ييجي يبدأ بقى الانقسام آه انقسام يعني إيه عايزين نقسم البيت زاية دي بس بدلا ما كان فرض واحد ده شاركه حيشاركه كمان ثلاثة بقى فيه كمان ثلاث أفراد موجودين معانا هنا آه بقى أربعة يبقى إزاي حنقزم بيزة واحدة على أربعة فبيضطر اللي كان حياكل البيزة ده بيعمل إيه يطلب طلق خاص إنه هو آه يخلي شيف حصل يعني الخلية دي الكوروموسوم الموجود فيها أو الشريط الوراثي تضاعف بقى نسختينه خلاص كبقى تحلية المشكلة بقى حصل كلمة دي بليكيشن أو دي إني إيه بليكيشن بقوا نسختين بتزيتينهم طب وبعدين لما نيجي نقسم البلزيدون دولا على أربعة يعني نقزم النسختين النسختين الكوروموسومات المتضاعفة دي على الأربع خلايا آه حينوب كل واحد إيه نص يبقى كل واحد هياخد نص بتزايا طب هو الشخص الأولاني اللي هو أيدو ممنودة ده كان معاه كان بتزايا في الأول بتزايا يبقى كل واحد هياخد نص البلزايا اللي كانت موجودة مع الأولاني يعني باختصار شديد أدي بتزيتين أهم هنقسمهم على أربعة في كل واحد هياخد نص يبقى كل خلية من الأمشاك هيبقى فيها نص عدد الكوروموسومات بتاع الخلية الأصلية ما هو الخلية الأصلية ده كان معاه بتزايا كاملة لوحده تضاعفت صحيح أه بس أسمنها على كام على أربعة نشوف ده بقى بالرقام ربما توصل الفكرة أسهل كمان أهو خلية فيها أربع كوروموسومات بالشكل ده عملنا لهم أو أربع شرائط راسية عملنا لهم دوبليكيشن أو عملية الاستنساق بأربعة أهو تضاعف بأربعة بس الأربعة دول حيتقسموا على كام على أربعة أربعة أشخاص يبقى حينوب كل واحد منهم كام أتنين يبقى الخلية في حال خلية التقاصل الجنسي لما بيحصلها مايوزس أهو لما بيحصلها مايوزس هو حصل تضاعف صحيح بس التضاعف ده تقسم على أربعة فأنا بكل واحدة خلية من المشاك سواء الأمشاك المذكرة أو المؤنسة اتنين بس والاتنين دول بيمثلوا قد ايه من الأصل نصف العدد يبقى إذا النتيجة أنه بيتقسم على أربعة خلايا مش على اتنين فبيبقى كل واحد فيهم نصف العدد على رغم أن حصل تضاعف أيوة وما لإمتى يطلع العدد الأصلي في الميتوزي بالشكل ده الأربعة يتضاعفه حيتقسمه على اتنين فكل واحد يطلع له أربعة زي الخلية الأصلية يبقى الانقسام الميتوزي اللي بيحصل في الخلايا الجسدية هو ده أما الخلية الميتوزي هو ده اللي بيحصل في الإختزال ودي من حكمة ربنا لسبب بسيط إن الأمشاك دي مصرها إيه إن المشيج المذكر حيتحد مع مشيج المؤنس طب ده فيه اتنين والمشيج المؤنس كمان حيتبقى فيه اتنين حيرجع أربعة زي ما كان أما في الميتوزي ما فيش اتحاد ده اللي هيحصل الخلايا حتنقسم وتنمو على طول بقى خلايا في الشعر في الأظافر في الجلد هنا هنا إلى آخره كل ده أو في جزر النبات أو في الصاق أو في الورق إلى آخر هذه الأمور طب نشوف مع بعض بقى نطبق ده على الكورموسومات الفعلية كده دي كانت منقدمة بسيطة فبنتكلم على هذه الكورموسوم شايل صفات طيب إمتى أقول الصفة مرتبطة أو أقول إنها غير مرتبطة لما أتكلم على الإيه بقول إن هو أوي فرومجين بي أند أم يعني بعيد على نفس الكورموسوم صحيح بس بعيد ممكن يكون على الكورموسوم آخر وبالتالي هو نطبق غير مرتبط بالإيه والبي وبالتالي بيورس بطريقة اندبندنت أو طريقة مستقلة اللي هو التوزيع المستقلة أثناء الميوز إذا ما يحصل اسم في المقدمة أيلين طب وإيه أخبار الجين بي مع الجين أم الجين بي والجين أم اللي اتنين موجدين على نفس الكورموسوم ده شرط إنما هنا على نفس الكورموسوم بس بعيد يبقى ده مستقل على الكورموسوم آخر أكيد حيب مستقل أما الاب والام ريبين جدا من بعض فبالتالي بيورسه كأنها صفة واحدة يعني دول دايما مع بعض مثلا واحد شعره أسود ودايما عن سودة شعر أصفر وعن خضرة مثلا يعني طبعا ده مثل ممكن يكون بعيد شوية لكن بس للتقريب مش أكتر يعني فبالتالي الاب بالنسبة اللي اتنين دول مستقل لكن اللي اتنين دول مرتبطين ونشوف مع بعض كده في البداية نحن قلنا ان الخلايا اللي بيحصل فيها انقسام لازم يكون عدد زوجي يعني كل إنسان فيه 46 كرموسوم بلقى 23 زوج هذه واحد وهذه المثيل بتاعه يعني هذا كرموسوم رقم واحد وهذا واحد شرطة اتنين اتنين شرطة ثلاث وهكذا طبعا وعرفت منين نفس الطول نفس الحجم وشهيد نفس الصفات طبعا ما هنا ايه كابتل واسمه اه هيحصل في الجينياتيك ماتيريال او دي ان ريبليكيش طيب يعني ايه يعني الشرطة الوراثي ما ده لو اكبرناه على ايش يلتفع من نفسه دي ان ايه لما يتضاعف يدين نسخة تانية منه ده يدين نسخة تانية منه يعني لازم ده كل كرموسوم واحد ايوه براما هو متضاعف يعني كل واحد كرموسوم شقيقة نفس الحكاية هنا اما الزرق دي مع الخضرة دي او اللبن دي او السماو دي مع الخضرة دي الفاتح او الفصدو اذا كان الالوان تشوفوها يبقى الاتنين دول كروموسوم غير شقيقة عشان دي بتاعته كروموسوم ده ودي بتاعته كروموسوم ده طب وبعدين نشوف مع بعد كده ايه اللي حيحصل لو حيحصل ان في تبادل صفات هناخد اول حاجة في الصفات اللي هي غير مرتبطة اخذنا ايه ودي البي بعيد عنها وبالتالي ما تورسوش مع بعض ولا حاجة في الانقسام الميوزي الاول وبعدين يحصل التبادل كروموسينج اوفر الكياز مات والعبور يتبادل البي كابتل اللي كانت هنا عشان كده عملتها بالاحمر اللي حت اللبن ديجات هنا وديجات هنا يبقى تبدلوا مع بعض طب وبعد كده في نهاية الميوزي خالص ينتج عندي اربع خلايا زي ما احنا شرحين من شوية فاللي هم بيسمون امشاك سواء كانت سباحات زكريا او بويضات ايا كان فواحد فيهم حيبقى الاتنين كابتل واحد فيهم حيبقى الاتنين سمول يعني زي الاب والام لو ده من الام كان اي سمول وبي سمول وده اي كابتل بي كابتل طب والاتنين اللي في النص لأ حصل اي كابتل مع واحد سمول واي سمول مع واحد كابتل زي ما هم شايفين بالالوان كده تب ده الاربع ام شايفين لما يجوا بقى الاربع المذكرين دول احتمالاتهم ان هم يتفاعلوا مع اربع زي هم ادي الاسم والاتنين دول واحد واحد نفس الكلام هنا الام الام شايفين احنا دسه ايلي هم ناخد ده نزوجه مع ده فيدين الفرد ده ناخد ده نزوجه مع التان يدين الفرد ناخد ده مع ده وهكذا نكمل جدوى نحصل في الاخر كأن دي امشاك مذكرة ودي بويضات وكوين للجنين تمام رجع لي اتنين اين مرة تانية اهم بدل كورموسيوم واحد في الامشاك بقى كورموسيوم في الجنين اهم فبص الاقي الافراد اللي هتطلع لاحتمالاتها اللي الافراد اللي فيها اه بس كابتل ما فيه بس كابتل خالص ثلاثة اللي هم الازرق دول بس هو كابتل ثلاثة البرتقانية او الاصفر ده كل متناحي اجي واحد يعني النسبة تزعة ثلاثة ثلاثة واحد حصل عبور في الجينات غير المرتبطة نرى مع بعض الجينات المرتبطة الفرد تضاعف خلاص زي ما حصل في المرة اللي فات و بعدين هنشوف مع بعض ادي الاثنين الزرق دول دول سيستر كروماتيدس تبو الاثنين الاخدر نفس الكلام لكن اللابن دي مع الاخدر ده دول غير شقيقة هم دول اللي هنبدلون مع بعض يعني البعاعد دول ما لهم ش دعوا بالموضوع خالص الجزء ده على بعض مهم مرتبطين حتة واحدة هيتنقل هنا والعكس بالشكل ده حصل كيازمة يعني تقاطعات او تصالبات او اي ان كان التسمية ثم حصل كروسونج او العبور بدأ الجزء تبادل المادة الوراسية فاصبع عندي هنا وحنشوف مع بعض لما ينفصل وحيد اي اهو بالشكل ده هيتجيني واحد الكابتل اهو ده ما حصلش فيه عبور واللي على الحرف ده ما فيش فيه عبور الاتنين دول اللي حصل فيهم عبور بالمنظر ده طيب نزوجهم مع بعض في المربع بانت اللي احنا قدامنا ده كأن دي الامشاج ودي البيضات او العكس هناخد البي ام كابتل مع البي ام كابتل وبعدين عطاني هنا نفس السائدتين بس الاتنين دول مالهم هاجين ان مدى نقي وواحد فيهم كل متناحي بالشكل ده كأن النسبة واحد اتنين الى واحد يعني واحد ازاي صفات الاب اهو بالشكل ده زاي اللي هو صفات كلها النقية وهنا نفس الكلام وطبع المتناحي دائما نقي ويبقى ديني بالشكل ده يبقى كده احنا شفنا مع بعض ازاي شفنا مع بعض ازاي حصل الارتباط وحصل العبور اتمنى اكون بصلتلكم الدرس والدرس وصل بسهولة ان كنت وفقت فمن الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ماذا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وإلى ان نلتقن في فيديو القديم من فيديوهات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته